أصبح عامل منجم صغير في تنزانيا مليونيرا بين عشة وبحار بعد بايعه لحجرين من الأحجار النفيسة من التنزانيت وهم أكبر حجرين من نوعيهما يعثر عليهم في البلاد وحصل سانينيو رايزر على 3.4 مليون دولار من وزارة التعدين في البلاد مقابل الحجرين الذين بلغوا وزنهما الإجمالي 15 كيلوغراما وقال لايزر وأب لأكثر من 30 طفلا لبي بي سي ستكون هناك حفلة كبيرة عدم ويتم العثور على التنزانيت فقط في شمال تنزانيا ويستخدم لصنيحلي وواحد من أندري الأحجار الكريمة على الأرض ويقدر أحد الجيولوجيين المحليين أن مخزونه قد ينضب بالكامل خلال العشرين السنة القادمة ترجمة نانسي قنقر